أمجاد مدرسة عريقة أنا أول مدرسة إسلامية في الدنيا لقد مر على بنائي أكثر من أحد عشر قرن حين أسست فاطمة أم البنين الفهرية عام 245 هجرية جامعي للصلاة والتدريس ومن بين العلوم التي كانت تدرس التفسير الحديث والنحو واللغة التصريف والحساب والتاريخ والجغرافية الطب والقضاء والأدب لما شعر المغاربة بقيمة الشيخ الأستاذ أو لوه كامل الاعتناء والتبجيل فكان لمدرس العلم الحضوة الكاملة عند الدولة والشعب حيث يقدم لهم كل ما يحتاجون إليه طوال السنة من لحم وحبوب وزيوت وسمن وصابون كما كانوا يتمتعون بحق السكن مجانا وملزمين بالسكن في فاس فهم لا يتقاضون أجرة فالأجرة على التدريس في الغالب كانت معدومة أو تكاد التعليم في رحابي مجاني ولم يكن يجرى أي امتحان للطلبة بل كان الشيخ يعطون الإجازة لتلاميذهم المتفوقين ومع هذه الإجازة الخاصة كان ينظم حفل يحضره أساتدتي وطلبتي فيلقي كل أستاذ على الطالب الذي أكمل دراسته أسئلة في مختلف العلوم فإذا وفق في الأجوبة عينه القاضي في طبقة الرابعة للعلماء درس بي طلبة توارد علي في مختلف العصور من طرابلس وتونس والجزائر حتى بلغ عددهم سبعمائة بينما لم يكن عدد الأساتدة يتجاوز في الغالب الأربعين واستمر هذا النظام التقليدي حتى عهد الاستقلال عام 1956 ثم أدخل نظام حديث صيران جامعة فعدلت البرامج حيث أدرجت العلوم الحديثة وبعض اللغات الحية كما أسست بين أحضان كليات للشريعة بفاس ولأصول الدين بتطوان وللغة بمراكش وجامعة ابن يوسف بها كذلك وطيلة عمري تخرج في علماء أفداد لا تزال آثارهم الرائعة تشهد بقيمته بالعلمية الفدة وبأمجاد معلمة حضارية مغربية عريقة فهل عرفتم من أنا؟